بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي جماهير الأهل العظيمة جماهير أعظم نادي في الكون أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الستوديو التحليلي على قناتكم قناة النادي الأهلي والنهاردة هيكون مباراة مهمة جدا 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 زي ما بتقولوا أو زي ما بنقول مباراة القمة أمام نادي الزمالك في مواجهة مهمة وقوية قمة من قمم الكرة المصرية بل تعتبر قمة رقم واحد في الكرة المصرية بعيدا عن ترتيب الفرقين لأن حضراتكم عارفين أن النادي الأهلي هو متصدر بطولة صاحب المركز الأول نادي الزمالك في المركز الرابع بعد فيوتشار صاحب المركز الثاني وبيراميدز صاحب المركز الثالث لكن هي قمة جماهيرية بين النادي الأهلي صاحب أكبر جماهيرية في مصر والوطن العربي والزمالك صاحب المركز الثاني في الجماهيرية داخل جمهورية مصر العربية مواجهة أكيد مهمة أقوى وأقدم ديربي مصري عربي إفريقي ديربي جماهيري حيتابعوا ملايين المشاهدين داخل وخارج جمهورية مصر عربية لأنه بطولة خاصة حتى لو البطولة محسومة ده ماتش بطولة خاصة بعيد عن ترتيب ماتش مالوش مخييس لا يخضع لأي اعتبارات حدش يقول إن حالة الزمالك الفنية قبل المباراة مش قد كده حالة الأهل الفنية قبل المباراة كانت كويسة لا الماتش ده لا يخضع لأي حسابات وظل الديربي ليه طعم ومكانة خاصة نتمنى إن يكون اللقاء بروح رياضية بين الجميع لاعبين وجماهير كل واحد عارف قيمة الحدث ده وعارف المسئولية الملقاء عليهم الديربي ده صورة للرياضة المصرية وناس كتير جدا 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 حتى بيحا فأتمنى أن تخرج بأفضل صورة اللي هي صورة مصر الحقيقية التاريخ الحضارة بعيد عن أي تعصب ترجمة نانسي قنقر